بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماء والأرض وملأ ما شاء من شيء بعد له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحباً بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الذي نتحدث فيه عن قول الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه والحديث عن هذا المقطع من آيات الكتاب الحكيم جاء ضمن برنامج كيف نكون قدوة لعامه الثاني الذي تنظمه وترتبه إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام ولا شك أن العناية بأعمال القلوب من أجل ما ينبغي أن يهتم به المؤمن وأن يعتني به الناصح لنفسه وذلك أن السير إلى الله عز وجل إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان فما يغني الإنسان أن يكون سائراً ببدنه إلى ربه وقد تخلف قلبه وتشعب في ألوان من التفرقات وصنوف من الانحرافات لذلك جدير بكل مؤمن أن يعتني بقلبه غاية العناية فإن القلوب هي التي تسير إلى الله عز وجل وهي المطايا التي يرتحل بها الناس إلى الدار الآخرة وبقدر ما يكون فيها من الصلاح والاستقامة وبقدر ما يكون في القلوب من الهداية والتقوى بقدر ما يحقق الإنسان من السبق والفوز عند الملك الديان جل في علاه قال الله تعالى وتزودوا فإن خير ازداد التقوى والتقوى أصلها صلاح القلب واستقامته إيمانه ويقينه إحسانه وطيبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأسوة والقدوة فقد كان أطيب الخلق قلبا صلى الله عليه وسلم فكل من رغب في الاعتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه ومنواله واتباع سنته على الحقيقة والتمام فليفتش عن صلاح قلبه فإنه مبدأ كل صلاح ومنطلق كل فلاح وبه يدرك الإنسان فوز الدنيا والآخرة وإن العناية بالقلوب نبهت إليها النصوص في آيات وأحاديث فمن الآيات قول الحكيم جل في علاه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فأحال الله تعالى العمى الحقيقي إلى عين القلب التي تنظر إلى الحقائق والوقائع فإذا عمي القلب إن طمست بصيرته إذا عمي القلب إن عمى عن الهداية ولم يدرك رشداً ولا فلاحاً ولا نجاحاً ولذلك البصيرة البصيرة هي السمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه واتبع نهجه يقول الله جل وعلا في محكم كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهذا سيد الوراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن أن سبيله وطريقه قائم على البصيرة والبصيرة هي بصر القلب ونوره وهدايته بمواقع الهدى والفلاح ومواطن الخير والرشاد وإذا هدي القلب إلى ذلك إنقادت الجوارح بعد ذلك ولهذا جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بانقسام الأشياء من حيث الأحكام إلى ثلاثة أقسام حلان بين أي واضح ظاهر يدركه كل أحد من أهل الإسلام وحرام بين يعرفه كل أحد من أهل الإسلام والقسم الثالث مشتبهات أي مسائل وأحكام فيها اشتباه وخفاء فلا يعلم أحلال هي أم حرام وحال الناس فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يعلمهن كثير من الناس أن يخفى حكمها وحقيقة حالها من حيث منزلتها في الشريعة على كثير من الناس ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواجب في هذا القسم من المسائل وهو الشبهات فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من اتقى الشبهات أي تجنبها وعمل فيها بما يغلب على ظنه من اتيان أو ترك واجتهد في إصابة الصواب فيها فقد استبرأ أي طلب البراء لدينه بسلامته ولعرضه بنقائه فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم مثل صلى الله عليه وسلم مثالا يتضع به المقام في معنى اتقى الشبهات فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كالراعي أي الذي يرعى شيئا من بهيمة العنعام إما غنم وإما بقر وإما إبل حول الحمى أي حول مكان محروس يمنع الرعي فيه محمي عن الرعي فيه يوشك أن يرتع فيه أي بما أنه أتى ببهائمه حول المكان الممنوع فإنه لا يعمل من أن تتجاوز بهائمه الحدود وتقع في الرعي في المناطق المحظورة الممنوعة كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم في التنبيه لأمر مهم يحتاجه الإنسان في معرفة الحلال والحرام وفي اتقاء الشبهات قال ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله فانكشف المشتبه وعلم الحلال والحرام ولزم شرع الملك الديان جل في علاه ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب لماذا لأن في القلب عينا تبصر حقائق الأمور بقدر ما معك من التقوى والإيمان يقوى بصر قلبك وعين قلبك بقدر ما معك من التقوى والإيمان والصلاح يتحقق لك جلاء بصرك ويتحقق لك معرفة حقائق الأمور وأحكام المسائل والوقاية من الوقوع في المشتبه والمحرم أيها الإخوة القلوب شأنها عظيم ولذلك جعل الله تعالى نظره منوطا بالقلب دون غيره من سائر الأعضاء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم فالصورة والجسم ليست هي محل القبول والرد إنما ينظر إلى قلوبكم وما حواها من إيمان وصلاح واستقامة وهداية وخير وفلاح ومحبة للخير وزكاء وسلامة من الآفات من الكبر والعجب والرياء والاحتقار وغير ذلك من آفات القلوب من الشرك والنفاق والبدعة وسائر الآفات التي تهلك القلوب أو تعيقها عن كمالها وصلاحها إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لو قيل لك إنك ستجتمع بعظيم عندك منزلة ومكانة فماذا ستصنع إنك ستتهيأ لهذا الاجتماع واللقاء بأطيب ما تستطيع فتهيئ منظرك بإزالة كل ما يقذرك وتطييبه وتجميله بكل ما يحسنك فعملك في مظهرك على نحوه إزالة ما يقبع وتجميل ما يحسن به صورتك ومنظرك هذا للقاء بشر لا يملك نفعاً ولا ضر الله جل في علاه إنما ينظر إلى قلبك فكن في قلبك من العناية والاهتمام بإزالة ما يقبح به قلبك أو ما يقبح قلبك وبتجميل وتحسينه بما يطيبه كعنايتك بتجميل مظهرك عندما تلقى من يهمك أن يرى منك الحسن في منظرك ومرأك إن الله جل وعلا لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم قال وأعمالكم لأن الأعمال ثمرت ما في القلوب ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله طاب قولك صلح عملك استقام سيرك في معاملتك لله عز وجل وفي معاملتك للخلق وقواعد هذا الصلاح ثلاثة اتقل لها حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيها الإخوة الكرام إن شأن القلب عند الله عظيم ولهذا كان السبخ عنده إنما هو بما قام في قلوب العباد من الصلاح والاستقامة فلن تغني عنك المظاهر والصور إذا كان قلبك عنها عاريا خاليا واذكر في ذلك قول الحق في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من هم المنافقون الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل بأسفل وأنزل درجات النار ودركات جهنم إنهم قوم أظهروا الجميل وأبطنوا القبيح إنهم قوم أظهروا الالتزام بالإسلام والانقيادة لإحكامه والعمل بما فيه وأبطنوا الكفر والفجور والمعاندة والمحادة أهل الله ورسوله فكانت العقوبة أن كانوا في الدرك الأسفل من النار هل أغنتهم صورهم هل نفعهم مظهرهم هل أغناهم الموافقة لأهل الإسلام في ظواهرهم الجواب نفعهم في دنياهم لكن في أخراهم زال ذلك النفع ولم ينفع إلا ما في القلوب من الإيمان والتصديق فلما كان الباطن على خلاف الظاهر لم ينتفع من ذلك بشيء قلوبنا هي مراكبنا التي نسير بها إلى الله عز وجل قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مراكب لا بالسير لا بالسير فوق مقاعد الركبان فإذا أردت أن تجود سيرك إلى الله ففتش عن قلبك كن حريصا على تنقية وتطهيره وتطيبه وتزكيته رسول الله أضيب الناس قلبا وهو أصلحهم عملا وهو أعلمهم بالله وهو أتقاهم لربه جل في علاه يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي هكذا في صليم المسلم إنه ليغان على قلبي أن يصيب قلبي شيء من الغين والغين هي أرق هي أرق الطبقات التي تغشى القلب وقد تكون بمقتضى الجبلة والقصور البشري الطبيعي وليست ناتجة عن تقصير إنه ليغان على قلبي أن يصيب قلبي شيء من طبقة الغين التي تحول دون الرؤية المكتملة التي كان ينشدها صلى الله عليه وسلم تماما كما لو كان الإنسان يلبس مرآة ليرى شيئا فغطى هذه المرآة شيء من الغبش الذي يحول دون الرؤية المكتملة هذه طبقة الرقيقة تسمى طبقة الغين إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجلو ما على قلبه من طبقة الغين بكثرة الاستغفار أستغفر الله في اليوم مئة مرة وكان يحسب له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد سبعين استغفارا والاستغفار يكون من التقصير وهو ترك الواجب أو فعل المحرم ويكون أيضا من القصور وهذا لا فعل فيه لمحرم ولا ترك فيه لواجب لكن القصور البشري يستوجب أن يستغفر الإنسان فحق الله عظيم وما قدر الله حق قدره سبحانه وبحمده فشدير بالمؤمن أن يعتني بهذا الأمر وأن يجد ويجتهد في إصلاح قلبه وإزالة ما يحول دونه ودون السلامة التامة التي بها تحصل استعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة الله عز وجل ذكر أنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إيش إلا من أتى الله بقلب سليم مشروعك في هذه الدنيا عملك هو في أن تخرج منها بقلب سليم فهل نحن على هذا الوعي والإدراك في خطورة شأن القلب وضرورة العناية بإصلاحه وإقامته على جادة الهدى وصلاح السر والخفى وإقامة القلب على ما يحب ويرضى جل فعله إننا بحاجة إلى أن نعتني بقلوبنا وأن نكون في غاية المراقبة والتنبه لكل ما يعكر صفوها وكل ما يكون عائقا لها عن البلوغ لمراتب التقوى والإيمان وصلاح القلب الذي به يبلغ الإنسان فوز الآخرة ويدرك به جنة الدنيا قبل جنة الآخرة أيها الإخوة الكرام الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة أصلها خضوع القلب وخشوع ورقة ولين يتبع ذلك استقامة الجوارح على طاعته وترك ما حرم ونهى جل في علاه هذا ملخص العبادة التي خلق الله تعالى لها الخلق أن يرق قلبك وأن يستقيم عملك أن يصلح قلبك وأن ينتج عنه صلاح قولك وعملك ومعاملتك بذلك تدرك صلاح القلب بذلك تحقق العبودية التي خلق الله تعالى الخلق لها في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فشدير بنا أيها الأخوة أن نفتش عن تحقيق ذلك في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا مبتدئين بصلاح القلب ومتابعين ذلك بالنظر في أعمالنا في واجبات الشرع وفي محرماته فيما فرضه الله تعالى وفيما نهانا عنه ثم بعد ذلك في المسابقة إليه جل وعلا بألوان المبرات وصنوف الطعات وألوان الإحسان فإن الله تعالى جعل محبته مرتبة على هذه الأعمال ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد الفرائض حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن استنصرني لا أنصرنه ولا إن استعاذني لا أعيذنه هذا فضل الله عز وجل وعطاؤه لمن حقق عبودية القلب وعبودية البدن له جل وعلا في الدنيا أن يكون مسددا له معينا له حافظا له في سمعه وبصره وحركاته وتنقلاته وفي بلوغ مرغوباته وفي الأمن مما يخافه ويحذره من الشرور والأخطار أيها الإخوة الكرام أمر الله تعالى بعبادته وأمره جل وعلا ليس مقصورا على فئة من البشر بل أمر الله الأولين والآخرين بتحقيق هذه الغاية وهذا المقصد من الوجود قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقواه تتحقق بعبادته وكان أول ما ناد الله تعالى به الناس في كتابه الحكيم أن يعبدوه وحده لا شريك له فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال ابن عباس اعبدوا ربكم أي وحدوا فهو جل وعلا إنما خلقنا لعبادته وحده لا شريك له أن نوحده سبحانه وتعالى بالعبادة وهذه العبادة أمر الله تعالى بها إجمالاً وجاء الأمر بها تفصيلاً في أفراد ما أمر تعالى في كتابه ما أمر به تعالى في كتابه وما أمر به في سنته وفي بعض المواضع يذكر الله تعالى ألواناً من الطاعات مع الأمر بالعبادة فيقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الركوع والسجود عبادة وفعل الخير عبادة وأمر مع هذا بالعبادة بين هذه المأمورات للتنبيه على شرف هذه الطاعات والعبادات فالأمر بالعبادة العام يشمل كل ما أمر الله تعالى به وعندما يرد ذكر الأمر بالعبادة ويقرن معه عبادات خاصة قلبية أو عملية فهو تنبيه إلى ضرورة العناية بهذه العبادات على وجه الخصوص لما لها من الخاصية والمنزلة والمكانة فإن الله عز وجل يأمر بالعبادة عموما ويأمر بها خصوصا بذكر أنواع من الأعمال الظاهرة والباطلة وقد يذكر تلك الأعمال مع الأمر بالعبادة فيكون بيانا لأهميتها في تحقيق العبادة ولخصوصيتها وهذا فضل الله عز وجل فيما يصطفيه من الأعمال كما أنه فضل بعض الرسل بذكر ما ذكرهم به خصوصا مع ذكر الرسل عموما كما قال تعالى في محكم كتابه ولقد أوحينا إليك كما قال تعالى أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم ثم ذكر جملة ممن أوحى الله إليهم من النبيين فذكر هؤلاء على وجه الخصوص هو تشريف لهم وبيان عظيم ما خصهم به من الوحي سبحانه وبحمده هذه الآية الكريمة التي ذكرها الله تعالى في سورة هود قال فيها جل وعلا فاعبده وتوكل عليه أمر الله تعالى بعبادته وأمر سبحانه وبحمده بالتوكل عليه فهل التوكل عباده أو لا بالتأكيد التوكل من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات ومن أشرف المقامات للسالكين إلى الصراط المستقيم فإن التوكل عبادة جليلة بها يستقيم معاش الإنسان ويصلح معاده فلماذا خصها الله تعالى بالذكر مع أنها مندرجة في العبادة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه الجواب على هذا أن ذكر التوكل بعد الأمر بالعبادة تنويهم بهذا المقام وبيان لضرورته وأهميته ومنزلته في تحقيق العبودية لله عز وجل فإن التوكل من أعمال القلوب وهو من أشرفها وأجلها وأعلاها منزلة وقد قرن الله تعالى التوكل بالعبادة في عدد من آيات الكتاب الحكيم ثمت آية يحفظها جميع المسلمين كل مصل يقرأها وقد قرن الله تعالى فيها بين العبادة والتوكل وهي قوله جل وعلا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة في قوله إياك نعبد أي نفردك فلا نعبد سواك وإياك نستعين فعليك نتوكل ومنك نطلب العون لا نطلب ذلك من سواك ولا يكون العون إلا ممن يتوكل عليه ويعتمد عليه جل في علاه وقد جمع الله تعالى بين العبادة والتوكل في آيات غير هذه الآية قال الله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب أي يخبر بأنه حقق العبودية لله بالإنابة إليه فالعبادة هي الإنابة وحقق التوكل عليه بصدق بصدق الاعتماد عليه في جلب النفع ودفع الضر وقال شعيب عليه توكلت وإليه أنيب الآية الأولى قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فالمتاب هو المرجع والمآل ومن يعبد ويجل ويعظم وفي الأخرى قال قال شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب وقال جل وعلا واذكر ربك واذكر وقال جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل أي حقق العبادة له فالتبتل هو التعبد له جل وعلا ثم قال سبحانه بعد ذلك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل ها الآية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فجمع الله عز وجل في هذا المقام بين هذين الأمرين بين التوكل عليه وبين تحقيق العبودية له جل فعلا فما هو التوكل الذي ذكره الله في مواضع عديدة مع العبادة التوكل عمل قلبي مداره على صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر هذا هو التوكل باختصار اعتماد القلب خالصا صادقا على الله في جلب النفع وفي دفع الضر في جلب ما تحب وفي دفع ما يضرك فإنه من صدق الله عز وجل بتوكله عليه نال هذا العطاء الجزيل وهذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير وهو تحقيق التوكل لله عز وجل فحقق ما أمر الله تعالى به في قوله فاعبده وتوكل عليه التوكل على الله أيها الإخوة هو أن يعتمد الإنسان على الله في كل ما يحب وفي كل ما يرغب فإنه يوقن أن ما يحبه لن يدركه إلا من الله جل وعلا ويعتمد عليه في دفع كل ما يذر لعلمه ويقينه أنه لن يدفع عنه شيئا من المكروهات إلا الله جل في علاه لعقيدته التامة ويقينه الجازم بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فيقينك أنه لا مانع لما أعطى يجعلك لا تلتفت إلى سواه ولا تعتمد على غيره ولا تفوض الأمر إلى غيره سبحانه وبحمده بل تتوجه إليه وحده لا شرك له في كل ما تؤمله في كل ما ترجوه في كل ما تحبه في نفسك وفي ولدك وفي أهلك وفي بلدك وفي دنياك وفي أخراك وفي صلاح قلبك وفي صلاح بدنك وفي صلاح حالك كل ذلك بيده جل في علاه فالخير كله في يديه إذا كان الخير كله في يديه وتعتقد يقينا أنه لا مانع لما أعطى فهل ستلتفت إلى سواه هل ستطلب ذلك من غيره تمام اليقين بأنه لا مانع لما أعطى يجعلك لا تلتفت إلى سواه ولا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت فلا تعلق قلبك بغيره لأن غيره مهما بلغ قوة وقدرة ومكنة فإنه لن يستطيع أن يمنع عنك ما قدر الله أن يأتيك ولن يمنع عنك شرا تخاف وقوعه فيك إذا قدره الله عز وجل وقد اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في وصيته لابن عباس الجليلة العظيمة المختصرة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك ما أعطوك وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك في شيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك ولا منعوك فإن الشأن بيد الله عز وجل يوقن المؤمن يقينا جازما أنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع صاحب القوة والقدرة قوته وقدرته فيما يؤمل وفيما يخاف لأنه لا ينفع ذا الجد منك الجد ونحن نوقن أنه سبحانه وبحمده قدر الأشياء بأسبابها فما من شيء إلا وجعل الله له سبب فليس ثمة تعارض بين التوكل على الله عز وجل وبين أخذ الأسباب فإن تمام التوكل هو اعتماد القلب ليس من اعتماد القلب ترك السبب فإن هذا يتنافى مع العقل ويتنافى مع الدين فإن الله عز وجل أمرنا بالتوكل عليه ووعدنا بالكفاية والعطاء وجزيل الهبات لكن ذلك لا يعني أن يترك الإنسان السبب الموصل إلى النتيجة إنما يفعل السبب وقلبه معلق بمسبب الأسباب فيضمأ ويشرب الماء لسد ضمأه لكنه لن يحصل إطفاء العطش إلا بتقدير الله عز وجل فلو شاء لكان شرب الماء زيادة في عطشك ولما شبعت من أكلك ولما أدركت مقصودك فالأسباب لا تأتي ثمارها إلا بتقدير الله عز وجل فهو الذي قد أمر بالسبب وجعل نتيجته بأمره سبحانه وبحمده وقد يعكس الله تعالى نتائج الأسباب فيكون المؤذي نافعا ويكون النافع ضارا بمشيئته جل فعله وهذا مما يقطع تعلقك بالأسباب النار أليست محرقة أليست مؤذية أليست مهلكة بلى هي كذلك فلما شاء الله أن تكون على نقيض ذلك كانت كذلك يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبالتالي ينبغي أن يعلق الإنسان قلبه بمسبب الأسباب ورب الأرباب الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يلتفت إلى الأسباب ولا يتعلق بها لكنه لا يترك سببا يفضي إلى نتيجة فإن الله قد أمرك ببذل السبب وأمرك بتعليق قلبك بالله فخذ السبب الممكن في يديك وليكن قلبك معلقا بالله والناس في الأسباب على ثلاثة أقسام قسم يعطل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله لا أفعل شيئا إذا شاء الله حصل كذا وإذا لم يحصل كذا وكلامه حق لكنه ساقه في باطل لأن مشيئة الله ليست معطلة عن الأسباب بل إذا شاء الله شيئا شاءه بسببه الذي جعله مؤديا إليه فإذا شاء الله ولدا يسر لك نكاحا حتى يأتيك الولد ولا يمكن أن يأتيك ولد بلا نكاح لأن ذلك هو الطريق الموصل إلى النتيجة لكن قد يحصل النكاح ولا ينتج ولد لأن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فالسبب لابد من أخذه لكن لا تعلق قلبك بالسبب وإنما علق قلبك بالله إذن مسلك الذين يلغون الأسباب ويقولون نحن لا نأخذ شيئا ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن والأسباب لا أثر لها في تحسين النتائج هؤلاء مخالفون للعقل مناقضون للشريعة مخالفون لها فالنبي أكمل الناس يقينا وأعظمهم توكلا وكان يدخر طعامه قوت أهله لسنة صلوات الله وسلام عليه وكان يلبس المغفر الذي يستر الرأس ويقيه الأذى والشر وكان يظاهر بين درعين صلوات الله وسلام عليه لتوقي أذى المقاتلين من أعدائه وخصومه ولو كان التوكل كما يقولون لخرج إليهم بلا سيف ولخرج إليهم بلا عدة والله تعالى يقول وعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون هم الله يعلمهم فلو لم يكن لو لم تكن الأسباب من الشرع ومما تقتضيه الشريعة والديانة الصحية لما أمر الله تعالى بها في مواضع عديدة فهذا المسلك الأول مسلك من ينفي الأسباب ويزعم أن التوكل يقتضي أن لا يأخذ سببا المسلك الثاني مسلك قوم علقوا قلوبهم بالأسباب فجعلوا كل شيء معلقا بالسبب وغفلوا عن المسبب الذي له الأمر وبيده جل وعلا الحكم والخير كله في يديه سبحانه وبحمده وهذا حال أكثر الناس فأكثر الناس يلتفتون إلى الأسباب إما التفات كل بقلوبهم وعقولهم أو التفات جزء بأن يكون السبب حاضرا في ذهنه وتجده إذا فعل شيئا بسبب ولم يأتي يستغرب ليش وكيف ولماذا ويجزع من القضاء والقدر لظنه أن السبب لا بد أن يأتي بالنتيجة وهذا قصور في النظر إلى الأسباب وضعف في التوكل إذ التوكل هو نصيب أهل القسم الثالث وهم الذين أخذوا الأسباب وعلقوا قلوبهم بمسببها فالأسباب أدوات ووسائل لكن الله هو الذي يبلغ العبد ما يؤمل ويقيه ما يخاف ويرهب فالأسباب ليست كفيلة ولا وحيدة في تحصيل المطالب وإدراك المراغب بل الأسباب مقدمات يقضي الله بها ما يشاء من أقضيته وأقداره سبحانه وبحمده فالمؤمن المتوكل الذي حقق فاعبده وتوكل عليه هو من صرف قلبه لله عز وجل اعتمادا وصدقا في التوكل عليه في جلب الخير ودفع الضر فلم يلتفت إلى سواه وقد أخذ لما يريد من الخير أسبابه وتوق الشر بفعل ما يقيه من الأسباب معتمدا على رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وبحمده هذا هو التوكل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمرت به الشريعة وليس من التوكل تعطيل الأسباب ولا من التوكل الركون إليها وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للأمرين في توجيهاته صلى الله عليه وسلم وعمله ففيما يتعلق بالوقاية من أضرار البدن قال فر من المجذوم فرارك من العسد فر من المجذوم فرارك من العسد وقاية مما يمكن أن يكون سببا لانتقال المرض فالعدوى سبب لانتقال المرض لكن هذا الانتقال لا يكون إلا بمشيئة الله ولذلك قال لا عدوى ولا طيرة فنفى العدوى أي العدوى التي تصيب بلا تقدير الله عز وجل فانتقال المرض حذر منه النبي صلى الله وآمر بأخذ الأسباب التي تقي منه لكن نفى العدوى التي يعتقد فيها الناس أن المرض ينتقل بنفسه دون تقدير الله عز وجل فالمؤمن ينظر إلى هذه المعاني ويجمعها بعلمه وبصيرته الذي يعزز ما في قلبه من تمام اليقين بالله والإيمان به سبحانه وبحمده فينبغي أن ينظر إلى هذه النصوص على هذا النحو والمثال الآخر الذي بيّن فيه النبي صلى الله وآخر أن بلوغ العبد مرتبة عالية في التوكل قد تغنيه عن الأسباب وتجعله يتجاوز أسباب الخطر إذا صدق في توكله فجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم والجذام مرض يصيب البدن وهو مرض ينتقل بالعدوى فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضعها في العناء وأكل معه مع أنه مجذوم وهو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه فالتوكل الصادق يقل الإنسان الأخطار ويقيه الشرور لصدق اعتماده على ربه لكن هذا لا يلغي الأسباب ولذلك لما جاء وفد من الوفود التي قدمت لمبايعة النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم كان منهم رجل قد أصابه جذام فقال ارجع فقد بايعناك ارجع فقد بايعناك فلم يصافح صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته الجمع بين المقامات مقام التوكل التام الكامل الذي يعطل الشرور والأضرار والتوكل الذي يلاحظ فيه السبب وينتبه فيه إلى ما ينبغي أن ينتبه إليه من أخذ الأسباب وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في جميع الأحوال فعندما تتعطل الأسباب عندما تتعطل الأسباب أعظم ما يقيك الشرث ثقتك وتوكلك على الله وعندما تكون الأسباب متيسرة و في مقدورك أن تأتي بها فهنا توكلك لا يتم إلا بأخذك بالأسباب وبهذا تجتمع هذه المعاني التي جاءت في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم بارك الله فيك أن التوكل جنة قلوب أولياء الله وعباده الصالحين فإن التوكل يلغي من قلبك التعلق بالخلق فلا تتعلق بالخلق لا في نفع ولا ضر والناس اليوم وفي كثير من الأزمان قلوبهم معلقة بما يأتي من نفع أو ما يحصل من ضر من قبل الخلق تجدوا بعد صلاة يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لكنه يخشى فلانا أن يضره ويرجو فلانا أن ينفعه ويغفل عن أن النفع والضر بيد الله وأن هؤلاء أسباب ووسائل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فينبغي للمؤمن أن يطمئن قلبه في صدق اعتماده على ربه فإنه من صدق التوكل على الله دفع عنه الله الله كل مكروه وجلب إليه كل محبوب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو فهو إيش فهو حسبه ما معنى فهو حسبه أي فهو كافيه الكفاية تحصل بأمرين الأمر الأول في المطلوب بأن تدركه والكفاية الثانية في المخوف المرهوب بأن يقيك الله تعالى ما تخاف وترهب وكم من رجل صدق في توكله فكان توكله أعظم ما نال به ما يؤمل ووقاه الله تعالى كل ما يخاف ويرهب فصدق الاعتماد على الله في جلب الخير وفي دفع الضر هو مفتاح الطمأنينة وهو سبيل النجاة والنجاح والانشراح في الدنيا كما أنه السبب الذي يدرك به الإنسان الأجر والمثوبة عند الملك الغفار جل في علاه أيها الإخوة التوكل على الله عز وجل عندما نذكره ويتكلم الناس عنه تنصرف الأذهان عادة إلى التوكل على الله في إيش في مصالح الدنيا وأمورها في وظيفة يحصلها في صفقة تنجح في مال يكسبه في معاملة ينهيها في دراسة يتفوق ويجتازها وما أشبه ذلك من مصالح الدنيا وهذا نوع من التوكل لكنه ليس أعلى مراتب التوكل ليس هو أعلى مراتب التوكل أعلى مراتب التوكل أن تتوكل على الله في هداية قلبك فإن الهداية تمنة منه يمنون عليك أن أسلم قل لتمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام فالتوكل في أعلى مراتبه أن تعتمد على الله وترجوه وتصدق في التوجه إليه أن يهدي قلبك وتعلم أنه ما يمكن أن تصل إلى الهداية إلا منه لا بجهدك ولا باجتهاء عملك ولا بأي شيء من الأسباب إلا بما يكون من تيسيره وهدايته سبحانه وبحمده ولهذا جاء في الحديث الإلهي تسعين من مسلم حديث بذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال جميعنا ضال أي خارج عن الطريق القويم والصراط المستقيم إلا من هديته ثم ماذا قال في طريق تحصيل الهداية قال فاستهدوني أهدكم أطلبوا الهداية مني ويسرها لكم هذا معنى قولي فاستهدوني أهدكم أي أطلبوا أسباب الهداية أطلبوا الهداية مني فسأيسرها لكم والهداية المطلوبة في قولي فاستهدوني أهدكم نوعان هداية العلم والمعرفة وهذه التي يستبصر بها الإنسان الطريق الآن إذا أردت أن تذهب إلى المطاف ولا تعرف الطريق ماذا تفعل؟ تسأل تقول وين الطريق إلى المطاف فيدلك فلان وفلان والمسؤولون عن الحجيج والمعتمرين إلى الطريق فتهتدي إليه أي تعرف الطريق الذي يوصلك إليه هذا نوع من الهداية وهي هداية الإرشاد والمعرفة والبيان فإذا قلت اللهم أهدني أي بين لي الحق يا رب ثم معنى آخر في قولي فاستهدوني أهدكم أعني على سلوك طريق الهداية فكم من إنسان يعرف الحق لكن لا يعمل به هذا عرف الحق اتضح له هدي الهداية التي تقوم بها الحجة لكنه لم يعمل بذلك لأنه لم يهدى هداية التوفيق هداية الإلهام هداية العمل وهذا هو النوع الثاني من الهداية وكلاهما إلى الله جل في علاه فسأل الله الهداية بصدق واعتمد عليه في تحصيلها وتيسير أسبابها وأبشر هذا النوع الأول من التوكل وهو أشرف أنواع التوكل وهو التوكل على الله في هداية القلوب وصلاح العمل واستقامة الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله وتذكر دائما أنك فقير إلى هدايته ولعظيم فقرنا إلى هذا النوع من الهداية جعل الله تعالى سؤاله فرضا على كل مسلم فكل مسلم في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم فلا حول ولا نا ولا قوة ليست الهداية بكد منك ولا تعب ولا بنباهة ولا بقوة بل هي منه منحة من الله عز وجل يقول الصحابة وهم خيار الأمة إيمانا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فكل ذلك إن عام من الله عليك وتفضل منه عليك فثق به وتوكل عليه في هداية قلبك لكن هذا لا يعني أن تقول أنا والله متوكل على في هداية قلبك وتترك أسباب الهداية بل ابذل الأسباب واصدق في طلبها وزر في مسارها وعمل على تحصيلها وأبشر فقد قال الله تعالى والذين جهدوا فينا إيش لنهدي أنهم سبولنا فلابد من بذل جهد وبذل عمل حتى تصل إلى الهداية أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين هذا النوع الأول من الهداية وصاحبه فائز معجور معجور ثوابا ومأجور توفيقا إلى الهداية فإنه من اتكل على الله في هداية قلبه يسر الله له الهدى النوع الثاني من أنواع التوكل التوكل على الله في مصالح الدنيا وهذا هو الذي يقع وينصرف إليه أذهان كثير من الناس عندما يذكر التوكل وهو التوكل على الله في إدراك المصالح في تحصيل المطالب في الأمن من المكروهات والمراهب وهذا نوع من التوكل واجب لكنه أنزل من الأول مرتبة وهو مما تحصل به الأشياء وتدرك به المطالب ومصالح الدنيا نوعان إما مصالح مشروعة مأذون فيها فالتوكل على الله فيها عبادة يؤجر عليه الإنسان وهي عون له على إدراك مصالحه فثم تفائدتان التوكل على مصالح الدنيا التي أذن الله تعالى بها عبادة يؤجر عليها وأيضا عون له على إدراك مطالبه إياك نعبد وإياك نستعين فالعون بالتوكل عليه في إدراك وظيفة في صلاح عمل في كثرة مال في إنهام عاملة تدرك إذا توكلت على الله تدرك الأجر بالتوكل ويكون توكلك عونا لك على إدراك تلك المطالب الدنيوية أما إذا كان التوكل على الله في تحصيل محرم فهذا توكل محرم صاحبه آثم لكن قد يكون توكله مبلغا له على مبلغا له إلى ما يؤمل ويرجوه فيكون قد أثم وازداد إثمه بتبليغه ما يؤمل فالسارق الذي يتوكل على الله في سرقته هذا توكل على الله في محرم وكلما صدق في توكله يسر الله له ذلك المحرم والمصلحة المحرمة التي يطلبها فيكون ذلك إثما في توكله وزيادة شر ببلوغه ما يؤمل من المحرم وهذا التوكل يخفى على بعض الناس لكن ذكر بالقيم رحمه الله أن عند بعض أصحاب المعاصي من السرق وقطاع الطرق من التوكل ما يسر لهم كثيرا من مطالبهم لكنهم خاسرون خاسرون بتوكلهم على الله في محرم وخاسرون بأنهم وقعوا في المحرم الذي توكلوا على الله تعالى في تحصيله ولذلك تجد بعض السرق يخاطر بنفسه فيلقي بها في المهالك ويقدمها إلى المعاطب ينجو الذي نجاه توكله لكنه لم يربح فشتان بين من توكى على الله في طاعته ومن توكى على الله في معصيته فكلاهما قد يصل إلى ما يؤمل لكن بينهما كما بين السماء والأرض في الفضل وفي الرجحان وفي الخير وفي حسن المآل والعاقبة لذلك جدير بنا أن نعتني بصدق اعتمادنا على الله في طلب الخير منه في تحقيق العبودية له جل وعلا ونبرأ من حولنا ومن قوتنا ولذلك من تمام التوكل أن تستشعر فقرك إلى الله وعظيم حاجتك إليه وكل من امتلأ قلبه الشعور بالافتقار إلى الله عمر قلبه بالتوكل عليه لأنه إذا افتقرت إلى الله علمت أن حاجتك لا يمكن أن تقضى إلا من قبله وعلمت أنه لا يمكن أن تدرك ما تؤمن إلا به ولا تنجو مما تكره إلا به فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع صاحب الجد ذا الجد يعني الغنى والحظ والنصيب ولا ينفع صاحب ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى والحظ حظه وغنى في إدراك ما يؤمل وإصابة ما يرجو ويحب هذه بعض الكلمات أيها الأخوة في هذه الآية في قوله تعالى وتوكل عليه نحن بحاجة إلى أن نعتني بقلوبنا وأن نصدق في اعتمادنا على ربنا جل في علاه ولنبشر فإنه من توكل على الله فهو حسبه ومن اتقى الله وقاه وهما قرنان بقدر ما تحقق من العبودية لله تحقق من التوكل عليه ولكن قد تحقق توكلا عليه لكن دون عبادة له وهنا تدرك ما تؤمل بالتوكل لكنك تخسر في ذلك سعادة الدنيا والآخرة كما ذكرت في توكل العصات على الله في إدراك مطالبهم وكلما عظم قدر ربك في قلبك يعني ليش؟ الناس يتفاوتون في التوكل السبب هو بقدر علمهم بالله فبقدر علمهم بالله وعلمهم بحالهم يحصل تمام التوكل فمن علم أن الله هو الملك أن الله هو الخالق أن الله هو الرازق أن الله هو المدبر أن الله هو القدير أن الله هو الغني أن الله هو الحميد أن الله هو العظيم أن الله هو المجيد أن الله هو العلي أن الله له الأسماء والحسنة أن الله له الصفات العولى امتلأ قلبه تعظيماً لله ومحبة إليه ورغبة فيما عنده فاعتمد عليه مما يؤكد هذا المعنى علمك بحالك علمك بحالك وأنك لولا الله لا شيء لولا الله لا شيء لو لا الله لا شيء لست شيئا في قدرتك ولا قوتك ولا حولك لذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما تستطيع أن تتحول من حالة إلى حالة إلا بالله أنا الآن جالس لا أستطيع أن أقوم إلا بالله أنتم جلوس لا تستطيعون أن تقومون إلا بالله حركة أصبعك لا تكون إلا بالله لا حول لا تحول من حال إلا بالله ولا قوة على هذا التحول إلا بأن يمدك الله بالقوة التي بها تتحول فمن برئ من حول الله وقوته حلك وأذكر لكم قصة اختصم رجلان عند قاض فقال أحدهما في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي وليست له لما اختصم قال القاضي للمدعي عندك بيّنه قال ما عندي شي فإذا لم يكن بيّنه فاليمين على من أنكر قال القاضي للمدعي ما يقول فلان صحيح قال لا أبدا فتوجهت اليمين إليه فقال له المدعي صاحب الأرض الذي يدعيها قال أنا أقبل يمينه لكن أريد أن يحلف بهذه الصيغة قال ليقل في يمينه أبرأ من حول الله وقوته إن كان صادقا في دعوة يعني قال أبيه يقول هذه الكلمة إني بريء من حول الله وقوته يعني معنى بريء يعني لا حاجة لي إلى حول الله ولا إلى قوته إذا كان صادق هذا أخذته العزة بالإثم المدعى عليه وهو كاذب في نفيه فقال في يمينه أبرأ من حول الله وقوته إن كان صادقا لم يتمها إلا سقط ميتا لأنه إذا برئ من حول الله وقوته لا قوة إلا بالله لا قوة ولا حول إلا بالله هذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله ليس لك قدرة ولا قوة ولا إمكان في تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل فإذا علمت إن هذه حالك ما عندك قدرة على شيء من الذي ينظم نبضات قلبك نبضات قلبك من الذي ينظم نبضات قلبك الله جل في علا هو الذي لو شاء لدخل النفس ولم يخرج لو شاء لتوقف النبض وهلكت كل ذلك بأمره جل في علا علمك بضعف حالك وبعظيم قدر ربك يجعلك لا تلتفت إلى سواه بل تفوض الأمر إليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه والاعتماد عليه وأن يجعل قلوبنا مليئة بحبه عامرة بتقواه وأن يصلحنا سرا وعلنا ظاهرا وباطلا وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه وأن يوفقنا إلى ما يحبه وأرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر